أهلا بحضراتكم من جديد نركز مع بعض خطوة خطوة ونقطة نقطة في الكلام اللي هنتكلم فيه لأنه كلام مهم جدا محتاج تركيز وتركيز كبير قوي قوي كمان بخصوص موقف السيد العمري فاروق اللي نجح بالتسكية في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي على منصب نائب الرئيس والجدل الكتير اللي حصل بشكل يعني غير واضح أو غير مبرر بالتحديد فهنا عايز أشرح لحضراتكم كل التفاصيل وكل الخطوات اللي اتخذها النادي الأهلي في هذا الاتجاه وهو اتجاه إيه؟ اتجاه انعقاد الجامعية العمومية للنادي الأهلي لانتخاب مجلس إدارة للنادي جديد بشكل مفصل وبكل الخطوات المهمة جدا لأننا زي ما احنا متعاودين دايما للأهلي بياخد كل الخطوات الإجراءات القانونية بالشكل المنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي وبالتنصيق مع مختلف الجهات الرسمية في البداية الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تمام؟ بيستندوا للمدى رقم 43 في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي واللي بتتعلق بقصة التسكية وإن ما تمش تطبيق الخطوات اللي من خلالها يتم الموافقة على انتخاب السيد العمر فاروق كنائب لرئيس النادي الأهلي بالتسكية فاحنا حنشرح حنشرح لحضراتهم الخطوات اللي تم اتخاذها خليني يبتدي كده واحدة واحدة وركز برضو معايا تاني واحدة واحدة أولا الجهة الإدارية اللي هي مين؟ اللي هي وزارة الشباب والرياضة تبعت تبعت ماشي ورجعت واعتمدت كل الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يعني الأهلي اتخذ إجراءات وتم اعتمادها من الجهة الإدارية اللي هي وزارة الشباب والرياضة تمام؟ الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية الإجراءات كلها تم مراجعتها واعتمادها كمان بشكل كامل وتم ممتبعاتها من البداية لحد الآخر خالص لحد إعلان النتائج وده بعد تفوض من مين؟ من اللجنة الأولمبية المصرية وده التسلسل الطبيعي اللي بيحصل بخصوص أي انتخابات أو بخصوص أي أمور من هذا القبيل ولم تشر الجهة الإدارية وده أمر مؤكد جدا لم تشر الجهة الإدارية إلا سمت أي أخطاء حصلت في هذه الإجراءات بدليل أن تم المراجعة وتم المتابعة في البداية قبل المراجعة وتم الاعتماد فطالما اعتمد يبقى ما كانش فيه أي مشاكل يبقى ما كانش فيه أي خطوات غلط ما كانش فيه أي جزء من الأجزاء اللي نقصة حلو حلو فدي جزئية مهمة جدا الجهة الإدارية كمان إيه؟ اعتمدت أسماء المرشحين وأوراق ترشحهم بيبقى فيه مرشحين بيقدموا أوراقهم تم اعتماد الأسماء وتم اعتماد أوراق ترشحهم اللي هي الأوراق اللي بيبقى مطلوبة عشان تترشح على المنصب اللي انت عايزه داخل مجلس الإدارة بخاص بأي نادي بالمناسبة وده أمر طبيعي فالجهة الإدارية اعتمدت كل الأوراق دي وكل الأسماء دي بشكل طبيعي جدا من غير أي مشكلة ومن غير أي ملاحظات خالص وكمان الحاجات دي كلها موجودة من خلال مكتبات موجودة في النادي الأهلي مكتبات رسمية لأن برضو دي حاجات وخطوات طبيعية لازم يتم اعتمادها بالشكل الرسمي الصحيح تجنبا لأي أخطاء قد تحدث الجهة الإدارية هنا بقى اللي حضراتكم طبعا إيه وجهة النظر الخاصة بالنادي واللي هي أصلا مش محتاجة يعني الموضوع بسيط جدا وما فيش أي مشكلة خالص والإجراءات واضحة وضوح الشمس يعني ما فيش أي مشكلة في الإجراءات ولما حضراتكم هتسمعونا للآخر هتعرفوا إن الإجراءات ماشية بشكل صحيح وحنشوف الأمور هتمشي إزاي الجهة الإدارية كمان هي اللي اعتمدت إيه اعتمدت إيه وختمت استمارة الترشح أو استمارة التصويت المدرك بيها اسم يمين بقى اسم السيد العمري فاروق والمدرك فيها إيه إنه هو مرشح على منصب نائب الرئيس بالتسكي كاسم وحيد مرشح في المنصب ده تحديدا يعني الاستمارة إيه قدامنا على الشاشة زي ما حضراتكم شايفينها الاستمارة فيها خانتين إيه بقى وهي دي النقطة الأهم خلي بالك النقطة الأهم الخانتين موجود فيهم إنها أوافق أو لا أوافق يعني يحق لأي واحد من أعضاء الجمالة الأممية اللي هو الحق في التصويت إنه هو يوافق على ترشح السيد العمري فاروق أو لا يوافق على ترشحه على منصب نائب الرئيس تمام لاعتماد الفوز بالتسكية النقطة خلي بالك شايف مطلوب اعتماد الفوز بالتسكية المكتوبة فوق خانتين موافق وغير موافق فيه حاجة بالأحمر هي مكتوبة مطلوب الاعتماد الفوز بالتسكية لو موافق هتعلم على موافق غير موافق هتعلم على غير موافق هل ده مش بيمثل أو معناه عرض أمره بشكل رسمي على الجمعية العمومية والتي قاموا بالتصويت عليه سواء بالموافقة أو لا يعني الجزئية دي تحديدا لأنه هو هنا نقطة الخلاف أو هي وجهة النظر عند الجهة الدارية رغم أنهما كانوا اعتمدوا لكن هي وجهة النظر هنا بيقولك بيقولك تبقى للمادة 43 في لاحية النظام الأساسي للنادي الأهلي أنه ما تمش يعني توضيح حتة أنه يبقى بالتسكية أو مش بالتسكية أو الإجراءات ما كانتش ماشية بالشكل المطلوب لكن أنا بوري لحضراتكم وهو بشكل دقيق جدا أنه كان موجود خانتي أوافق أو غير أوافق على الترشح السيدة العملي فاروق للمنصب وإيه علشان تعتمدوا بالتسكية موجودة فوق علشان ما يبقاش فيه أي لط فكل الإجراءات هي واضحة تمام؟ تعالى نكمل تاني محضر منقشة جدوى الأعمال الجمعية العمومية اللي وقع عليه أعضاء اللجنة القضائية المشرفة عن الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات واللجنة الأولمبية والجهة الإدارية وفي حضور رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والموجود بحوزة النادي مدرك ضمن بنوضه اعتماد فوز العمري فاروق بالتسكية والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تعلم ذلك تاني محضر منقشة جدوى الأعمال الجمعية العمومية اللي وقع عليه مين؟ أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات واللجنة الأولمبية والجهة الإدارية وفي حضور رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب موجود بحوزة النادي ومدرك ضمن بنوضه اعتماد فوز العمري فاروق بالتسكية والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تعرف كده كويس جد تعال لنقطة الخامسة الجهة الإدارية هي التي وافقت على إدراك اسم العمري فاروق في استمارة التصويت المعتمدة رسمية لعرض أمره على الجمعية العمومية ليه؟ لأنه المرشح الوحيد على منصب النائب لإعتماد فوزه بالتسكية في حال حصوله على وده البند برضو الموجود في البند رقم 43 في لاحية النظام الأساسي وأحكي لكم كسة برضو البند ده لأن ده توضيح مهم جدا لازم يحصل على كم في المية من الأصوات من إجمال الأصوات 25% طيب السيدة العمري فاروق حصل على كم في المية؟ 94% ويمكن أكتر بحاجات بسيط 94% من عدد الحضور طبقا للليحة النادي وتم عرضه على الجمعية العمومية وده الغريب في الحقيقة ولو يعني المطلوب أن يتم عرض أمر السيدة العمري فاروق بعد سنة في الجمعية العمومية العادية علشان يتم عرضه على الجمعية العمومية بالموافقة أو بالرفض فده مخالف تماما لكل اللوايح وكل الأعراف في الحقيقة فبرضه دي من ضمن الجزئات المهمة جدا 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 النص الخاص بفوز المرشح بالتسكية في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي خلي بالك وعمل حتة دي متطابق تماما في السياغ الموجودة فين؟ في لائحة النظام الأساسي لبعض الأندية زي مين؟ زي مين؟ زي نادي الظهور ونادي هليوبلس ونادي سموح واللي حصل أن عدد من المرشحين بالتسكية تم اعتماد فوزهم خلي بالك بقى نادي الظهور تحديدا ده نادي الظهور كان فيه تلاتة نازلين على تلاتة مناصب عن طريق التسكية أنه ما كانش فيه مرشح قدامهم اللي هم مين بقى؟ وانا هتكلم برضو في النقطة دي تحديدا لاحق اللي هو رئيس النادي نادي الظهور ونائب الرئيس وأمين السندوق الثلاثة نزلوا بشكل بدون أي منافس بالتسكية تم عرض أمرهم على الجامعية العمومية عن طريق التسكية موافقين عليهم وانا شو موافقين عليهم وتم اعتماد فوزهم دون طلب عرض أمرهم مرة أخرى على الجامعية العمومية لهذه الأندية ودي الاستمارة طبعا بتاعت من؟ بتاعت نادي الظهور تاعت الانتخابات الخاصة بنادي الظهور أو مستشار الدكتور محمد الدمرداش زاكي رئيسا لنادي الظهور تمام المستشار إهاب علي الشريتي وأيضا المحاسب علي أحمد صادق كأمينا للسندوق وتم اعتماد الفوزهم في الانتخابات عن طريق التسكية والأمور كتماشي في شكل طبيعي جدا زي ما تم تطبيقه في انتخابات النادي الأهلي بالضبط لأن صيغة كمان الليحة اللي موجودة في لايحة النظام الأساسي في النادي الأهلي هي هي نفس الصيغة الموجودة في لوائح هذه الأندية في بعضهم عن طريق الليحة الاسترشادية يعني حتى صيغة لايحة النادي الأهلي اللي هي مادة 43 الصيغة بتاعت المادة دي متطابق تماما للصيغة الموجودة في الليحة الاسترشادية اللي بيمشي من خلالها بعض الأندية واللي بيمشي من خلالها نادي الظهور وهيليوبلس وسموح وخلي بالك بقى من الجزئية دي كمان هتقول لي ما هممكن الجهة الإدارية تكون مختلفة لا نادي الظهور اللي نزل عليه في تلات مناصب تلات مرشحين عن طريق التسكية اللي هو النائب الرئيس والنائب وأمين الصندوق بيشرف على انتخاباتهم جهة إدارية واحدة وهي مين مدرية الشباب الرياضة بالقاهرة يعني الجهة الإدارية اللي أشرفت واللي تبعت واللي اعتمدت انتخابات نادي الظهور هي هي الجهة الإدارية اللي كانت موجودة للإشراف على انتخابات النادي الأهلي تمام؟ النادي الأهلي كمان التزم بالإجراءات القانونية اللي حصلت في الأندية السلف ذكرى والتزم بالذات الإجراءات واللي انتهت بالتصويت بنسبة 94% من خلال استمرت التصويت المعتمد الرسميا من اللجنة الإدارية يعني كل الأمور التزم بيها النادي الأهلي مفيش أي شائبة مفيش أي غلطة خالص حلو تعالي النقطة اللي بعدها لو كانت الجهة الإدارية المفاوضة من اللجنة الأولمبية هي الجهة المختصة طرع ان هناك شرط أساسي لنجاح أي مرشح بالتسكية طب ليه ما تمش النادي بالشرط ده؟ ليه ما تمش النادي بالشرط ده؟ ان فيها جماعة شرط عشان حد يرجع او حد ينجح عن طريق التسكية ليه ما قلوش للنادي على الشرط ده؟ وكسة عرض أمره على الجمال العمومية مرتين هو أمر يخالف كل اللوايح والقوانين والأعراف ليه ده ما حصلش مع الأندية التانية؟ ده سؤال يعني وجيه جدا ليه لم يتم اختار النادي؟ بذلك عند اعتماد الجهة الإدارية ده كشوف ايه المرشحين فده برضو من ضمن الأمور اللي غريبة يعني النادي الأهلي بزل أقصى ما لديه والنقطة دي مهمة قوي اللي هي نقطة ايه؟ الأستاذ أو السيد وليد الفيل اللي كان عايز يترشح على منصب نائب الرئيس وإجراءاته لم تكتمل إجراءات الترشح والراجل يعني خد حكم بصحة الإجراءات والحلوة هنا والميزة هنا في النادي الأهلي انه عمل ايه؟ الأهلي وافق على الحكم الصادر باتخاذ كل إجراءاته لتنفيذ الحكم الصادر مصلحة المرشح وليد الفيل وادرك اسمه دمن المرشحين يا أهلي كان حريص جدا أن السيد وليد الفيل يكون موجود دمن قائمة المرشحين في الانتخابات على منصب نائب الرئيس تجنبا لتواجد الأهلي في المحاكم أو الساحة المحاكم في الوقت الغريب بقى في الوقت إيه؟ إن حرصت فيه اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية على الاستشكال ضد الحكم الصادر لصالح المترشح وليد الفيل يعني الأهلي ماستشكلش لكن الاستشكل مين؟ خلي بالك الأهلي ماستشكلش الاستشكل اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية ضد الحكم الصادر لصالح وليد الفيل المترشح كان على منصب نائب الرئيس كأن هناك حرص بشكل أو بآخر على أن يظل العامري فاروق هو المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس يعني تحس كده أن في حرص أن لا يعني حتى لو المحكمة حكمت الوليد الفيل أن يخش الانتخابات لأحنا هنتعن كلجنة أولومبية وجهة إدارية ونعمل استشكال عشان ما يترشحش وكأن فيه النية أن أنا عايز لا أخلي العامري فاروق لوحده لسبب ما يعني أن العامري فاروق هو اللي يكون موجود في مترشح على منصب نائب الرئيس وحيدا النقطة بقى برضو الأخيرة والمهمة اللي أنا بشرح لحضراتكم من خلالها كل تفاصيل هذه الجزئية وهي خاصة بقيام اللجنة الأولومبية والجهة الإدارية بتعليق منصب نائب الرئيس وأنا بعد ما حقول لكم الجزئية دي حقول لكم تساؤل بقى يعني قيام اللجنة الأولومبية وجهة إدارية بتعليق منصب نائب الرئيس في قلعة رياضية بحجم النادي الأهل تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن بالمخالفة للوائح والقوانين ده في ضرر كبير جدا للنادي وأعضاءه وفوقه الرياضة التي تدعم المنتخبات الوطنية من كل اللعبات الرياضية في الوقت الذي يدعم فيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقرار المؤسسات الوطنية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما وأبدا بيعاب أن يكون فيه استقرار في كل المؤسسات الرياضية لكن اللي بيحصل في الحقيقة يعني مخالف تماما لهذه الجزئية أنا هنا عايزة أسأل سؤال وسؤال مهم وإحنا شفنا بيان النادي الأهلي بالأمس بيان مفصل جدا في الحقيقة وفيه كل النقاط المحتاجة إجابات أو كل الأسئلة المحتاجة إجابات لكن هنا سؤال انتخابات النادي الأهلي نزل فيها كل المناصب كان عليها أكثر من مرشحه وفيه منافسة مع عدم منصب نائب الرئيس فحصلت الكسة دي وفيه الاعتراض من جهة الإدارية وكل هذه الجانب هنا سؤال ماذا لو كان الكابتن محمود الخطيب نزل لوحده عشان يتم اعتماد نجاحه بالتسكية من خلال اللوايح والقوانين ويتم برضه تواجده في كشوف المرشحين بالشكل ده وفي استمرارات التصويت ولو كان كمان مع النائب العمر فاروق هو ومنصب أمين الصندوق كمان لو مثلا المهندس كانت مرتاجي التلاتة كانوا مرشحين بالتسكية كان حيتم تعليق تواجدهم في مجلس إدارة النادي الأهلي لمدة سنة مهينة السؤال وعلى فكرة موقف ده مشابه شوية لنادي الظهور ما تمش تعليق أي حد ما تمش عرض موقف أي حد على الجماعة عمامية مرة أخرى بعد سنة فلو كانت تلاتة سواء منصب الرئيس أو النائب أو أمين الصندوق التلاتة نزلين لوحدهم ما فيش أي منافس قدامهم أو أي مرشح آخر قدامهم كان حيتم تعليق تواجدهم في مجلس إدارة النادي الأهلي طيب الجوانب المادية والأمور المالية مين اللي كان حيحلها مين اللي كان حيشتغل فيها طيب هنا سؤال الآخر لو كان مجلس الإدارة بالكامل أو كل المرشحين كل المرشحين نازلين ما قدامهمش منافس يعني عندك تلاتة رئيس ونائب وأمين صندوق وسبعة أعضاء بس ترشحوا فوق السن وإتنين بس تحت السن بالتسكية وكانوا هياخدوا موافقة الجامعية العمومية تمام كان إيه اللي ممكن يحصل كان حيتم تعليق مجلس الإدارة بالكامل لمدة سنة لحد ما يبقى فيه جامعية عمومية عادية وتوافق تاني أو ما توافقش فدي حاجة غريبة بصراحة فلا حبيت أن أتكلم لحضراتكم ووضح لحضراتكم كل النقاط وكل التساؤلات اللي بتشغل الأزهان كل جامعية الكرة المصرية بخصوص هذا الملف تحديدا من مبارح لحد النهاردة ونبقى في الصورة واحدة واحدة وكل النقاط بالتفاصيل تبقى موجودة فلغاية دلوقتي ما فيش أي مبرر لعدم اعتماد فوز السيد العملي فاروق كان نائب رئيس للنادي الأهلي رغم اعتماد الجهة الإدارية ورغم الختم اللي كان موجود على استمرارة التصويت ورغم كل الإجراءات الصحيحة اللي تم اعتمادها من كل الجهات المختلفة المختصة فهنا أمر ده غريب وفي تساؤل كتير جدا في الجزئين النهاردة في الحقيقة النادي الأهلي أرسل طلب أو يطلب من وزير الرياضة واللجنة الأولمبية اعتماد فوز العملي فاروق منصب نائب الرئيس وشرح فيه بعض الأمور المهمة جدا ووضح فيه وجهة النظر ووضح فيه كل إجراءاته اللي تم اتخاذها بشكل صحيح وفي انتظار الرد من وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بخصوص هذا الملف أنا ووصف كل السقن بإذن الله بإذن الله تعالى هيتم حل هذا الملف بالشكل الصحيح طبعا لأنه محدش أكيد عايز يعمل حاجة غير قانونية إطلاقا ويتم حل هذه الجزئية بشكل كامل إن شاء الله بإذن الله ده فيما يتعلق بملف السيد العملي فاروق نائب رئيس النادي الأهلي هروح لفاصل بعد الفاصل عندي بقى جزئية أخرى غاية في الأهمية هنتكلم فيها بتفاصيل كتير وحوضحها لحضراتكم بشكل أكبر في جانب خاص بعيد عن جزئية النادي الأهلي ستنون أبان فاصل